موسيقى محبو الكرة متحمسون الباقون لا يأبهون حتى لو بقي أقل من 24 ساعة لانطلاق الدور الربع النهائي في روسيا للمباراة التي ستقام يوم الجمعة لكن هذا ما يجب أن تعرفوه عنها الأرقوي وفرنسا ستتنافسان في نينجي ويبدو أن المنافسة صعبة الترتيب العالمي يظهر أن فرنسا متصدرة في المرتبة السابعة وأن الأرقوي في المرتبة الرابع عشرة الفريقان فازا بكأس العالم منذ عقود الفرنسيون فازوا منذ عشرين عاما لكن الأرقوي فازت مرتين آخرها في عام الف وتسعمائة وخمسين المدربان لا بد أنهما فرحين بالنتائج حتى الآن دي دير دي شان قاد فرنسا للفوز بثلاث مرات والتعامل مرة واحدة أو تعادل بالأحرى ويعد فوزه على الأرجنتين الأكبر لكن أوسكار تابريز فكان واثقا أيضا فاز فريقه بأربع مباراة متتالية أمام مصر أمام سعودية أمام البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو أما بالنسبة لللاعبين النجوم فيعد الهدف الفرنسي أنتوان جريزمان من أبرز اللاعبين وطبعا سيأمل بزيادة رصيده عن هدفين لكن لاعب الأرقوي أديسون كفاني يزيد رصيده عن جريزمان وأسجل ثلاثة أهداف الآن هناك شكوكم في أن كفاني سيلعب في هذه المباراة بسبب تعرضه للإصابة ولكن الدفاع الفرنسي لا يبدو أنه متعاطف مع المنافسين كما قال اللاعب عاد الرامي إنها مسألة أن يصبح فوز شخص على حساب خسارة الآخر هذا محزن ولكنه الحقيقة كفاني واحد من أفضل الهدفين في العالم ولذا أعتقد أن بالنسبة لنا تعرضه للإصابة ليس مضراً بنا إذا كانت مباراة الأوروغوي ضد فرنسا تبدو مثيرة في نهاية الربع النهائي من كأس العالم يوم الجمعة فالأكثر إثارة هو لعبة البرازيل ضد بلجيكا البرازيل هي الثانية في التصنيف العالمي للفيفا وبلجيكا هي الثالثة كلنا نعلم أن المنتخب المصنف أول ألمانيا حقق خروجاً مهيناً في مرحلة تصفية المجموعات فازت البرازيل باللقب خمس مرات وهي الفريق الوحيد الذي شارك في نهايات كأس العالم أما بلجيكا فلن تصل إلى ربع النهائي من قبل بعد التعادل المثير للإعجاب مع سويسرا قاد مدرب البرازيل تدت فريقه إلى ثلاثة انتصارات وكان فريقه يبدو قوياً أمام المكسيك في مباراتهم الأخيرة بينما قاد روبيرتو مارتينيز بلجيكا إلى أربعة انتصارات متتالية بما في ذلك انتصار رائع ثلاثة اثنين على اليابان سيكون هناك العديد من اللاعبين الرائعين في الملعب لكننا نعتقد أن مفتاح اللعبة يمكن أن يكون في المعركبين اللاعبين حاملين رقم عشرة البرازيليني مار ويبدو في أفضل حالاته بعد تعافيه من الإصابة وقد سجل هدفين وساعد بتسجيل هدف ثالث لكن آيدن هازرد البلجيكي تفوق على منافسه بهدفين اثنين من تمريرات حاسمة في ثلاث مباراة فقط ستكون اللعبة رائعة ليس كذلك إذا لم تكن متحمسا بعد فهذه فكرة عن مجموعة أو عن كيف سيكون الجو هنا يرحب المشجعون البرازيليون بفريقهم بعد عودته مرة أخرى إلى فندقه في كازال الآن هذا هو شغف كرة القدم لكن فينسينت كومباني قائد منتخب بلجيكا يعتقد أن فريقه سيكون على مستوى المهمة وسوف يقدم لعبة جذبة لدينا فريق من أصحاب الأجسام الضخمة لكن لعبتنا وخطتنا حاليا بكل بساطة هي لعب تمريرات وإبقاء الكرة على الأرض لن أعطيكم خطة اللعبة بأكملها لكن بالتأكيد هذا ما سنحاول القيام به أيضا لا يجب الاستهان بقوة أعضاء الفريق لأننا نملك في الخلف شبابا أقوياء البنية يمكنهم الفوز في أي نوع من المواقف لو دي كريس انتهت حلقة التريندينج لهذا اليوم ألقاكم غدا قبل نصف ساعة من الآن إلى اللقاء شكرا شكرا لكم شكرا 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 شكرا